بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء التاسع من الفصل الثالث لمقرر هندسة البرمجيات في الجزء ده جماعة هنكمل كلامنا عن تيستنج ان اكسترين برو جرامنج الاختبار في الاكسترين برو جرامنج احنا قلنا معلم واحد قبل كده الوقت تيست فرست هناخد رقم اثنين الوقت customer involvement يعني اهتمام الكاستمر وجعله احد وسائل الاختبار ازاي بيقولك احنا يهمنا طبعا ان الصوفتور اللي احنا بنبنيه يقوم بالمهام ويكون فيه المواصفات اللي محتاجها الكاستمر مش كده اه طب ايه المشكلة دلوقتي لما ندي للكاستمر للعمير version مثلا لسه ظهر جديد version من هذا الصوفتور ونقول له لو سمحت اختبره او شوف هل حقق المتطلبات بتاعتك ولا لا مش كده اه يبقى اذا انا كده خليت الكاستمر مهتم بالعملية البناء جوه مين ها جوه النظام وكأنه فرد من افراد مين التطوير بتاعي مش كده جماعة اه اذا اصبح الكاستمر مهتم بالعملية التطويرية لانه له رأي وله دور فين في عملية البناء وكمان له رأي فين في الاختبار للبرنامج هل البرنامج ده يحقق المطلبات اللي هو عايزة ولا لا طيب وده اكتر من كده هقول له كمان هقول له لو سمحت اكتب لنا اي اقتراحات او اي اشياء انت شايفها مهمة احنا عشان ايه ها نعملها لك ونخليها لك موجودة فين في الاصدار الجديد تمام ولما نيجي نكتب كود جديد او لما نيجي ننفذ اصدار جديد هناخد بالتوصيلات بتاعتك معاي جماعة اذا اصبح دلوقتي الكاستمر برضو بيقوم بعملية تست غير مباشر مش كده اه اصبح مهتم بموضوع الاختبار نقول الكلام ده مع بعض بنلقي بقى The rule of the customer in the testing process is to help develop acceptance test for the storage that are to be implemented in the next release of the system طيب ايه كمان بقى احنا قلنا هنخليه يكتب مش كده اه The customer is part of the team rights اصبح دلوقتي ايه يا جماعة part of the team يعني ايه يعني بقى اصبح جزء من التيم مش كده اه rights ايه تست اس دولوب منتو ايه و سيكس طيب رقم اتنين بقى جماعة بقى اللي هي بقى رقم تلاتة في المعالم صح؟ اللي هي من test automation مقصول بكلمة test automation انها عمل ايه عملية الاختبار التلقائي التلقائي يعني ايه اختبار بيتم تلقائيا بقولك فعملية الاختبار التلقائي يا جماعة بنعمل ايه بنعمل برامج executable files يعني البرامج stand alone stand alone يعني مبنية لوحدها كده مليهاش ضعب البرنامج بيحصل ايه اول ما فيه جزء جديد بتضيفه على البرنامج بنعمل running لهذا الايه هذا ال software او executable files بقى لهذه البرامج تقوم هي هذه البرامج مو برمضة على انها تختبر المعلم الجديد او الاضافة الجديدة اللي انت عملتها معايا شباب اول تاني اه اذا ها executable files ده عبارة عن برامج اختبار ماشي stand alone يعني مبنية لوحدة مالاش علاقة بالبرنامج انت بتبنية اول ما بتضيف ايه ها جزء جديد في البرنامج بتعمل running لهذه البرامج تقوم هي لوحدها شايفة الاخطاء بتاعت مين ها البرنامج اللي انت عملته جديد او الاضافة اللي انت عملتها جديد طب بتشوف الاخطاء دي ازاي بص كده معايا بيقولك ايه بتفترض انبوتس معينة للبرنامج يعني اسامي معينة ارقام معينة بتضفها للبرنامج كأنها ايه انبوتس للبرنامج وبتقسي الاوبوت وتشوف الاوبوت هل الاوبوت حق المتطلبات اللي كانت معايزها ولا لأ معايا اه وفي الحالة دي بتختبر بتشك هل فعلا الكلام ده ايه هل فعلا هز البرنامج حقك متطلبات وموصفات العميل ولا لأ معايا يا جماعة طيب بقولك من اشهر اشهر ايه البرامج او الفريمورك اللي بتقوم بعمل الاختبار اللي هي ايه جانت دي معروف ان هي من اشهر البرامج الاختبار معايا يا جماعة خلي باقي بقى انا قول كيمتون دون مع بعض test automation means that tests are written as executable components before the task is implemented اه يعني الاول بيبقى فيه عندك ملف ها بتقوم بايه بالتاسك بتقوم بايه بتحدث البرنامج بتاعك بتقود في اضافة جديدة وبعد كده بتنفذ البرنامج اللي هو الاختبار يشوف لك الاختبار اللي ظهر معايا طيب ايه كمان يا جماعة بنقول ايه بنقول احنا يهمنا في عملية التستنج ان هي ايه انها تكون automated تلقائية ده بيؤدي لا ايه بقى جماعة بيؤدي ان احنا من الممكن عمل تنفيذ لعدد من برامج اللي اختبار مش برنامج واحد set of tests يعني ممكن نعمل عدد من الاختبارات معايا بسرعة وايه وبسهولة ما تخيل كده بقى لو انت كون عندك برنامج واحد او برنامج او اتنين بيقوموا بمهمة الاختبار ممكن تختبر عديد من ها تقوم بعملية الاختبار كتيرة في ايه في وقت سريع اصبحت الاختبار تلقائي مش محتاج من من تستر يقعد لتستبئده لا ده الموضوع بقى تلقائي معايا فاذا نقول مع بعض as testing is automated وقت التستنج اصبحت بقى برنامج there is always a set of tests يبقى ممكن نعمل مجموعة من الاختبارات زال كان بيقى بقى كويكلي سريعة وإزلي كمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته